ومنذ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين بدأت المدارس باستخدام نظام التعليم عن بعد رؤية رافقت أحد المعلمين لمعرفة أليات ذلك وما يواجه هذا النظام من صعوبات وتحديات على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بدأت حصة الرياضيات لطالبات الصف الحادي عشر التحضير للحصة اليوم يختلف عن ما كان عليه قبل شهر فبدلاً من أن يستخدم الأستاذ محمد سليم اللوحة التقليدي يشرح الدرس على لوحة إلكترونية منذ إعلان حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا وتحول التعليم في فلسطين إلى تعليم إلكترونية عن بعد نستعمل برنامج كما لو كنا في الصف يعني الطالبات كلهم مشبوكين حتى ممكن بالصورة إضافة للصوت بس إحنا الصورة ما حطناها بنتواصل بصورة كثير ممتازة يعني إذا طالبي مثلاً بدها تفهم نقطة تحكي مباشرةً أنه هاي النقطة أنا مش فاهمها وبد نعيد شرحها فبيكون نقاش كما لو كنا في الصف الكل بشارك هاي الحصة هي حصة بناءً على طلب الطالبات بشعروا أنه فيه امتحان وبشعروا أنه لازم إحنا نكون جاهزين وبالتالي هما يعني الاستعداد تبعهم يعني بسروا عليه بشعر أنه فيه يعني إنجاز أقل ما يقال عنه أنه أفضل من إلا شيء أفضل من أنه إحنا نجلس وما نعمل أي شيء إن الحالة الطارئة التي تشهدها فلسطين كما يشهدها العالم بأكمله تؤدي إلى خلق مشاعر الاضطراب والخوف لدى المواطنين تزداد نسبتها لدى الأطفال فيأتي استمرار التعليم عن بعد ورغم ما يواجهه من صعوبات مساهمة فعالة لنشي شعور الاستقرار لدى الطلاب ومنفذ صحي للأرواح ريتة ديك إحدى طالبات الأستاذ محمد تحاولنا معها اليوم إلكترونيا كإجاء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الفرق الوحيد يمكن أن أحكي عنه أنه ممكن يكون شوية شيء سيئ أنه مرات الإنترنت بيقضى عند بنات أو فيه معلومة ما نسمعها أو مراتنا متشتت لأنه الوقت طويل وصعب أنه صعب أن نكون مركزين كتير قد ما نكون مركزين بالصف بشكل عام الاستفادة هي نفسها الحصة هي نفسها والماده هي نفسها أنا بنصح كل هذه المدارس تبدأ من هلا تعمل خطط لأنها تبدأ تعلم عن بعض لأنه شيء غلط وكثير محزن أن الأطفال أو الناس اللي أدي حتى يظلوا من بيته وما فيه وراءهم شيء ما عملهم يستفيدوا ما عملهم يعملوا شيء خصوصا بحالة الفرفة اللي عم تصيرها اللي عمشة بختي صغيرة حتى وهي عم تتعلم بتظلهم فرفة أفضل ما فيه شيء تعملوا ما عملها بتتطور ما عملها بتكبر صح فحالة الطوارئ هاي أكيد رح تأثر علينا بس برأي التعليم عن بعض كتير لحل مشاكل إن الطاقة الإنسانية على الإبداع وابتكار الحلول تتجلى في الكوارث وإن كان العالم يمر بأزمة موحدة اليوم فإن لفلسطين تاريخ مليء بالنكبات لكنها لم تقف يوما بوجه التعليم من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا